استنفار كامل وتعزيزات اضافية للمشاركة في مواجهة مخاطر السيول وارتفاع مناسب المياه في شط العرب والانهار الاخرى هذا ما اعلنته خلية الازمة التي شكلت من قبل حكومة البصرة المحلية ومديرية الدفاع المدني ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الامن الاتحادي والدوائر الخدمية الساندة كان هناك اجتماع سابق وتم توجيه الجهد الهندسي الى المناطق التي تضررت بسبب ارتفاع السلوب المياه وحقيقة الجهود كانت مشكورة من قبل بلدية البصرة والدوائر الموارد المائية والدوائر الساندة والحجد الشعبي في علاج هذه المشكلة خلال هذه الفترة جيه من السيد وزير الداخلية المحترم القائد العام للقوات المسلحة رئيس اللجنة العليا لأعمال الدفاع المدني والانقاذ في دولة العراق الاتحادية تم توجيهنا لزيارة محافظات الجنوب محافظة وسط والتقينا بالسيد المحافظ ناب المحافظ ثم زيارة محافظة ميسان وكذلك نحن الان بين اهلنا وناسنا في مدينة البصرة حيث اكدت اللجنة على ان رئيس الوزراء امر بتوفير الجهد الاستثناء للمحافظات التي تواجه خطر السيول والامطار ومنها المحافظات الجنوبية وتعد البصرة من المدن التي لم تتأثر بمخاطر السيول وهناك سيطرة متكاملة من قبل الجهات المختصة المتوقع هو وصول هذه الموجات الا انه الوضع لحد هذه اللحظة وانا اتحدث لحضراتكم مسيطر عليه والاجراءات المتخذة تعبر عن استنفار كافة الجهد المتاح وتم الوقوف على جميع الاحتياجات وما هو متخذ من اجراءات لتفادي مثلا السيول القادمة من الجانب الجارة ايران الجمهورية الاسلامية وكذلك ما هي الاستعدادات في تكتيف الانهر الموجودة في قضاء القرن حيث شهدت بعض مناطق مدينة البصرة اتفاع بمناسب المياه في الاراضي المتاخمة لضفاف شط العرب في اقضية شط العرب والفاو والسيبة وابي الخصيب الى مستوى غير مسبوق منذ اعوام كثيرة علي عدنان قناة رشيد فضائي البصرة اشتركوا في القناة